النهاردة كابتن اهاب جلال راح اهلي اه طرابلس اي طيب طلب مين طلب احمد الشيخ اه طلب احمد الشيخ ليه عارفه وعارف هيعمل معاه ايه عشان ياخد منه ايه مفتاحه معاه يعني عارف عارف هو هو حيرعب بطريقة شايف ان احمد الشيخ حيدديله في الطريقة دي مش معناها باستمرار انك انت لما تجيب لعيب انك يعني لعدم قناعب لعيب تاني لا اضافة انت عايز حاجة وشايف حاجة وهو ده دلوقتي دي ممكن ادهاني طب احمد علاء قالك في المركاتو الصيفي ونشوف على مهلنا بقى لعب وعد ايه وجه ايه وجه ان انا اهاجم صفقة زي دي كل مصر اشادت بيها وهو لاعم وعد طيب ما انا مش جايب لعيب منتخب مصر كلام ده يتقال لو انا جايب لعيب منتخب مصر وبقوله يطلع عارف فاقوله ازاي عمي ده منتخب مصر انت مش مختنع به صحيح الدورة هيبدأ امتا همم الدورة هيبدأ امتا باش منز واحد تمام اتنين اغسطس اتنين اغسطس همم يعني لسه ما بدأش يعني الموسم المحلي لسه ما جايش بس شوفوا فن صناعة الازمات طب حد كتب حاجة عزمالك شوفوا فكرة ايوا شوفوا فكرة تصدير المشاكل او خلق المشاكل بدري بدري للا الدورة لسه ما بدأش الموسم لسه ما حدش لعب ومع هذا تلاقي جورنان زي المصر اليوم مروان محسن خارج حسابات كارتيرون في الموسم الجديد شوفوا يعني بصوا بقولكوا الدورة لسه ما بدأش مروان محسن مهاجم منتخب مصر الاساس في كأس العالم شارك في المباريات التجربية الفترة اللي فاتت الكارتيرون عنده اعتماد عليه في الصراع او في المرسون الافريقي المهم جدا واخده معاه في بتسوانا وكان في قيمة الفريق في مباراة برج العرب ومع هذا لما يطلع تقرير زي ده انه هو مروان بره حسابات الرجل ويقول التقرير ابدا الفرنسي كارتيرون المدير الفني عدم قناعته بقدرات وامكانات مروان محسن رأس الحربة ليكون اللاعب رقم اتنين في مركزه بعد وليد ازارو طب هو لما يبقى رقم اتنين ده كده بره الحسابات نفسي اعرف يعني هو هل المطلوب الحسابات يبقى فيها واحد دس لا دا هو بتكلم على مروان محسن اوكي اه يعني لما يبقى الكلام على انه اصبح رقم اتنين بعد دا هو شوفونا وليد ازارو هو ابتدت ازاي ثم علمة المصر اليوم ان المدير الفني حد الترتيب المهاجمين كانت تالي وليد ازارو ثم صراح محسن واخيرا مروان محسن دا عكس دا يعني في السطر الاولاني كان رقم اتنين يبقى مشكلة مروان بس فيه اه وليد ازارو ثم في السطر اللي بعدها لا دا انتقل بقى رقم ثلاثة وطلب كمان سرد مع رأس حربة جديد يعني الراجل عنده تلات مهاجمين محتر يرتبهم في السطر الاولاني كان ترتيب مروان رقم اتنين في السطر التالت بقى ترتيب مروان رقم ثلاثة وانه عنده تلات مهاجمين مردين شوفوا في طريقة كتابة الخبر عنده حيرة في الترتيب بينهم دا المصر اليوم العظيم واخد بلقش في طريقة كتابة الخبر يا سيد زبرين بقيته طلب رأس حربة جديد بعد ان تعصرت لجنة الكرة في تعاقد مع رأس حربة في المركاتو معين لجنة الكرة لم تسعى الى رأس حربة الا في حالة واحدة بس لو كان وليد ازارو طيلة لو كان وليد وكنا بندور ساعتها بالزبط وبعدين انت هنا يا كاتب الخبر مش واخد بقى لك انك قلت واحد اتنين ثلاثة وكاتب ان دي عاملة مشكلة وبعدين كاتب في السطر الاولى انه رقم اتنين في السطر التالت انه رقم ثلاثة وفي السطر الرابع ما فيش حد وعايزين حد جديد حد جديد وبعدين ايه طمانة لو انت قلت دا رقم اتنين هتقول عدم اقتناع كارتيرون بصلاح محصن هتلاقلها لو عايز تدربك الدنيا مش هتغلب لكن هتولي في كل بقى غير النادي الاهلي في كل الصفقات اللي تمت دي حد تتكلم على اي نادي بقناعته ايه ولا ترتيب المهاجمين عنده ازاي ولا اللي جاي دا جاي صاب في حسابات معامين شمعنا الاهلي اللي على طول نواياه سيئة والاهلي اللي عنده مشاكل والاهلي يعني يعني ولكن رب العرش نجاني انا حكتب كده جملة ها ولكن رب العرش نجاني مفيش عارف اللي بتكتب على اللواري دي لا تتكتب على اوتوبيس النادي الاهلي على اوتوبيس النادي الاهلي لما هتعمل ايه ودي فيه طريقة بداية موسم بالمنظر دا بداية موسم دا انت بتلعب افريقيا بيقولك الخبر دا وانت رايح تلعب افريقيا